السلام عليكم متتبعات قناة الوان سيمان مرحبا بكم في القناة تمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال البنات تكونوا باخير وعلى خير كنشكركم بزاف البنات على الدعم وعلى التعليق وعلى الانضمام شكرا لكم مرحبا بكم اليوم سنعمل معكم طريقة العقد وطريقة جديدة اول مرة على اليوتيوب سنعمل معكم ان شاء الله اتمنى تعجبكم واتطبقوها ان شاء الله سنعمل الخيط المبروم على خمسة الشعرات اتمنى مرة 12-60 دائما باش نخدم ووجوش طرفها دية التوب سأتطرف في الاول خدمتها البنات سنعمل مع كبير سنعمل مع البنات نخدم غرزة حشو الأولى ثم سلسلة نخدم غرزة حشو سلسلة غرزة حشو الحبيكة عبارة عن سلسلة غرزة حشو ونقدى البنات نفس لعب نفس القياس سلسلة ثم نفس القياس دائما كنخدم غرزة حشو سلسلة غرزة حشو حتى نكملها تسترى البنات ونرجع معكم حبيك سهل دائما نفس القياس البنات باش تجين الخدمة مقدة سلسلة غرزة حشو سلسلة غرزة حشو بهذه الطريقة حتى نكمل سطر ونرجع معكم هنا البنات كملت الحبيكة حتى وصلت لهنايا ودفنت الخيط ورجعت الأول سطر ودبت على الثاني الخيط من جديد نبدأ معكم نرتفع ثلاثة سلسلة ثم نخدم يرتفع ثلاثة سلسلة ونزيد واحد سلسلة كم يرتفع ثلاثة سلسلة نفتع ثم نفتع نجد لهادة غرزة حشو أن نخدم عمود ثم سلسلتان ثم نفتع نخدم لها العمود التاني على هاد الشكل ثم نخدم سلسلتان نفوت هاد الفتحة والتانية نجيل هاد غرزة حاشو نخدم العمود ثم سلسلتان العمود واحد هنا ثم سلسلتان نجيل دائما عيني ميزاني نجيل هنا ثم سلسلتان ثم نرجع نفس البلاصة نخدم العمود الثاني هاد سطر هنخدم كل بها الطريقة عمودين فتحة وحدة ثم عمود واحد بها الطريقة سلسلتان ثم نفوت واحد القياس ديال هاد جوز سلسلة نجيل هاد البلاصة نخدم عمود نخدم عمود ثم سلسلتان ثم نفوت هاد القياس مهم القياس ديال هاد جوز سلسلة هاد البلاصة نخدم عمود الاول ثم سلسلتان ثم العمود الثاني يعني الخدمة هنا هاد البلاصة ستكون مقادة عيني ميزاني دائما ناخد القياس ديال الجوز سلسلة بنتهم المسافة اللي كتكون بين جوز هاد اعميدة وهاد العمود ناخد القياس ديال هاد جوز سلسلة ديال بغا نخدم جوز سلسلة ديال بغا نخدم عمود واحد جوز سلسلة ثم نفس القياس هاد جي لقياس هنايا غا نخدم عمود ثم سلسلتان بشي نزيد الخط بعد ما خدمنا جوز سلسلة نرجع نفس الفتحة نخدم عمود الثاني يعني هاد سلسلة عبارة عن جوز سلسلة عمود جوز سلسلة عمود في نفس الفتحة ثم جوز سلسلة عمود دائما المسافة اللي كتكون بين هاد جوز اعميدة وهاد العمود كتكون القياس ديال جوز سلسلة من هنا بشي نيم قد نكمل هاد سلسلة البنات ونرجع معاكم هنا البنات كملت هاد سلسلة هاد طريقة كما تلاحظون يعني الخدمة سهلة تابع وصلت سيكون هادا هو العمود الاخير هنا نخدم واحد سلسلة ثم ندير الفع الكروشي وكان جلبنا لهاد جوز عميدة كيف نخذ العمود الاول من التحت بعدما ندير الفع الكروشي ضروري ندخل تحت هاد العمود الاول ثم نخدم العمود الاول دائما نفس البلاصة تحت هاد العمود العمود الثاني العمود الثالث العمود الثالث العمود الرابع العمود الخامس دائما نخذ هاد العمود لاحظوا دا بغا نجي لهاد الجهة لهاد العمود الثالث بالماء ندير الفع الكروشي وناخذ هاد العمود الثاني من التحت اللي بنات بهالطريقة نخدم العمود الاول ثم نخدم العمود الثاني لائما نفتح هاد العمود ثاني الثالث الرابع ثم العمود الخامس نشكل هاد العمود ثم نخدم واحد السلسلة باش ما تكون هاد العمود لهاد العمود الثاني عمود واحد ماشي هاد جوج اعميدة نجي لهاد العمود واحد نخدم وورزة حاشو ثم نخدم واحد السلسلة ثم نجي لهاد جوج اعميدة سوف نجي لهاد العمود نجي لهاد العمود وندخل تحت هاد العمود تحت منه ثم نخدم عمود الأول العمود الثاني العمود الثالث رابع ثم العمود الخامس طبعا نجيو لهات الجهة من العمود الثاني هاد العمود الثاني طبعا ندير فعل كروشي وكان نهز العمود من التحت وكان نخدم العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث الرابع ثم العمود الخامس شو اللي عندنا نحية الشكل ثم نخدم واحد سلسلة ثم نتبت في هذا العمود واحد عمود هاد البلاصة ثم نتبت في غرطة حشو كان نخدم سلسلة كان نأتي من هذا جوج أعميدة لبناء هذا كان نهز هذا اللول كان نهزه من هنا كان نعمر بخمزة أعميدة ثم نرجع وكان نهز هذا كان نخدم بخمزة أعميدة يعني هذا العمود كان نعمر بخمزة أعميدة وكان نهز من التحت وكان نعمر بخمزة أعميدة كي يكون لدي هذا الشكل قشور الحوط كان هذا الشكل قشور الحوط هذي خدمات قشور الحوط وكان رضي في القناة في القناة قد أخدم أخر كي ينخدم سلسلة ثم نقوم نقوم بخمزة فعل كروشي وكان نهز هذا العمود من التحت ثم نقوم بخمزة أعمود العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث ثم العمود الثالث ثم العمود الرابع العمود الخامس العمود الخامس العمود الأول سأخذ العمود الثاني من التحت سأخذ العمود من التحت ثم نعمر العمود الأول العمود الثاني ثم العمود الثالث ثم العمود الرابع ثم العمود الخامس موضوعها موضوعها ثم حمار العمود ثم كانت تبت في هذا العمود الوحيد كان عمر هذا جوج كانت تبت في هذا العمود الوحيد حتى نكمل سطر كامل كي يوليو عنا هذا الشكل ثم نرجع معكم هنا لبنت كملت هذا السطر حتى وصلت هنا سنجمع هذا الطرف مع الطرف الثاني نقوم بإمكانك لبنت نقوم بإمكانك هنا ونقوم بإمكانك نقوم بإمكانك ونقوم بإمكانك نتأكد بأن لدي نفس الحساب من هذه الوريضات هذه القشور يعني العدد الذي لدي من هذه الجهة لدي نفس العدد لدي نفس العدد نفس العدد سنطبق هذه على هذه هذه الوريضة على هذه الوريضة الثانية ونقوم بإمكانك ثم نقوم بإمكانك مجمع نقوم بإمكانك نقوم بإمكانك إلى هذه العمودة ثم نقوم بإمكانك بإمكانك نضيف الخيط بعد مجبن الخيط للبنات نضيف نفس الخيط من هذه الجهة ومن هذه الجهة نضيفها برزة حاشو ثم نضيف سلسلة نرى القياس نضيف 1-3 سلسلة نضيف الخيط نضيف الخيط ونضيف المقابلة نضيف سلسلة ثم نضيف غرزة حاشو ثم نضيف ثلاثة سلسلة لبنات نضيف العمود ثم نضيف العمود المقابلة من هذه الجهة نضيف غرزة حاشو ثم نضيف ثلاثة سلسلة ثم نضيف ثلاثة سلسلة نضيف مباشرة من هذه الفتحة نضيف سلسلة بعد ذلك نضيف مصر ثم نضيف خيط وغرزة حاشو ثم نضيف ثلاثة سلسلة وفتحة لبنات الضوئة ثلاثة حشو سنقل بحرم كيف تولي هذه حين البناء ثم أكملت ثم أكملت ثلاثة سلسلة ثلاثة سلسلة ثلاثة حشو ثم أحفل العمود ثم أجل العمود من هذا الجهة برزة حشو ثم نخدم ثلاثة سلسلة نفتحها مباشرة ثم ثلاثة سلسلة مباشرة لعمود المقابل للجهة ثم غرزة حشو ثم نجمعون بغرزة حشو نخدم ثلاثة سلسلة بها الطريقة حتى نكمل هات سطر البنات ونرجع معكم خدمت البنات حتى نكمل هات سطر نتعلم هات الشكل ثم غرزة نحتاج العقيق هذا المتخفر عندي العقيق يكون علاقة هاد العقيدات ما يكونش كبير والخيط اللي كيتشابه مع الخدمة الخيط ديال الخدمة والبراء طبيعات الحال ثم غرزة نعمروا هاد العقيدات ثم غرزة نعمروا هاد العقيق نعمروا هاد العقيدة نعمروا هاد العقيدة ثم غرزة نعمروا هاد العقيدة يعني ما كدتك مش مكت ما كدتغير جدا تكتبقى واقفة كنرجع في نفس البلاسة وكنتبتها هاد العقيقة ثم ما كنجي الاول هنا يا فهد البلاسة اول عمود ثم ما كناخد عمود الاول من هاد الجهة والعامود الاول من هاد الجهة هاد طريقة ونجمع عمود من هاد الجهة والعامود من هاد جهة هاد طريقة طريقة سهلة البنات نجمع هاد جامع هاد جهة هاد ناخد عمود من هاد الجهة كدت ودلي على الناحب هاد الشكل ثم ما كنجي نخرج الخيط على البنات في الوسط كده هاد الوريطة ثم ما كنتبت ناخد واحد العقيقة ندخلها في البرا كده نرجع البرا في الوسط باش تبت لنا هاد العقيقة بها الطريقة ثم ما كنجيه في الول دي الاعميدة من هاد الجهة ثم ما كنجيه في الوسط ناخد العمود الاول من هاد الجهة والعمود الاول من هاد الجهة كنجمع الاطراف بجوج طريقة البنات سهلة طريقة الجهة سهلة طريقة المفتاح وضغير لابد كنتبه نكمل البنات ونرجع معاكم هذا هو الشكل نهائي لبنات بعد ما كملت وخيطت جمعة هذه العقيدات نشوف على هذا الشكل نزوي ونيني لبنات بطريقة جديدة اتمنى وينالوا لجاب دي لكم وتبقوهم ان شاء الله من اللي نخدمشي خدمة سننخدمهم ان شاء الله ونشاركه معكم ان شاء الله اتمنى وتفعلوا معنا ودعمونا بلايك وكمنتر واللي ما زل مشترك انتمنى يشترك ويشجعنا وإلى اللقاء